لا يستسلم ورثة إمبراطورية ميردوخ ولا يتخلون عن النهج الصهيوني الذي أرساه ريبرت ميردوخ منذ أن بدأ استثماراته في مجال الإعلام وأسس شبكة فاكس ثم شركة نيوز كورب التي تنضوي إليهما عشرات وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة في خضم العضوان على غزة زار لاكلين ميردوخ وهو نجل المؤسس ريبرت تل أبيب وعقد اجتماعا كان يريده سريا مع رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو غير أن صحيفة تايمز أوب إزرايل كشفت عنه وأفادت بأن نتنياهو يحاول منذ سنوات إقناع ميردوخ بالاستثمار في الإعلام الإسرائيلي من خلال تأسيس شبكة مماثلة لفاكس أو شراء صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أو غيرها من الصحف كيف لا والعلاقة بين عائلة ميردوخ والاحتلال معلنة وثابتة منذ زمن وقد حرص ميردوخ الأب وابناه لاكلين وجيمز على تبني سردية الإسرائيلية في مختلف مراحل الصراع وكلما توسعت أعمالهم زاد حضور الصهيونية فيها بذلك لم يعد مستغرباً تشويه الوقائع المرتبطة بعملية طفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي الذي تلاها ولسيما مع التحول في الرأي العام العالمي لمصلحة القضية الفلسطينية وتأتي في هذا السياق إشادة لاكلين بأداء الصحفيين الذين تبنوا استردية الإسرائيلية ولعل أبرزهم الصحفي تري يينغست مراسل فاكس نيوز الذي رافق الجيش الإسرائيلي وحرص على ترداد كل ما يقوله الاحتلال من دون أي مراجعة أو تحقق أو نقد ويبدو أن ما يحكم العلاقة بين إمبراطورية ميردوغ وإسرائيل أبعد من الإعلام وأقرب إلى المصالح المشتركة التي يمكن تلخيصها بأنها مصالح مال وأعمال وإن كانت أعمالاً استخبارية مشبوهة ترجمة نانسي قنقر